وزارة الصناعة والتجارة والسياحة في جميع المنشآت التجارية ونشر الوعي بالآليات الواجب اتباعها خلال هذه المرحلة على النحو الذي يكفل مصلحة المستهلكين بشكل رئيسي وتم خلال الحملات التفتيشية رصد 55 مخالفة تستوجب فرض الغرامات الإدارية التي قد تصل إلى 10 ألاف دينار بحريني وفقا لقانون القيمة المضافة إلى جانب رصد بعض الحالات التي قد تعد من حالات عدم الامتثال السليم لتطبيق القيمة المضافة وفقا لقانون القيمة المضافة والتي استوجبت غلق محل واحد تحفظيا وبناء عليه فأن وزارة الصناعة والتجارة والسياحة والجهاز الوطني للإيرادات بصدد اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المنشآت المخالفة وإحالة من يثبت ارتكابه لأحد الجرائم من التهرب من القيمة المضافة والتي قد تصل عقوبتها إلى السجن لمدة خمس سنوات والغرامة التي تعادل ثلاثة أمثال القيمة المضافة المتهرب عنها إلى الجهات المختصة لتحريك الدعوة الجنائية في مواجهته ودعت وزارة صناعة وتجارة وسياح المنشآت إلى الالتزام بتطبيق آليات المرحلة الانتقالية للقيمة المضافة والتعامل بكفاءة ووعي تحقيقا للتطبيق السليم للقيمة المضافة من جانبه شدد الجهاز الوطني للإيرادات على أهمية تضافر جهود كافة الأطراف المعنية لإنجاح المراحل المختلفة للتطبيق داعيا المستهلكين وكافة المواطنين والمقيمين إلى تقديم الشكاوى عند ملاحظة أي مخالفات أو تجاوزات لقانون القيمة المضافة أو تطبيق القيمة المضافة بنسبتها الأساسية المعدلة وذلك عبر قنوات التواصل الرسمية للجهاز ترجمة نانسي قنقر